اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد بحثنا وجدنا منشور في الفيسبوك في سنة 2020 لشخص يسأل عنها وعن سبب اختفائها المفاجأة لترد عليه نوال في تعليق المفاجأة وكان هذا هو تعليقها على منشوره والظاهر أنها اليوم قد استقرت بحياتها وارادت الابتعاد عن الكاميرات وعن كل ما يخص التلفاز أمال عبدالعزيزة التي قامت بدور أمل في فيلم لحن الأمل حيث صرح العديد من الممثلين أنها قد هاجرت إلى فرنسا ولم يسمع عنها أي خبر حيث أن هذا الفيلم كان الأول والأخير في مسيرته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة